تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 675 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 266 طن مواد غزائية وغير غزائية أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضت أكثر من 45 طن وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والبايع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 181 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تمضبط أكثر من 23 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 17 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 480 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش العلاف تم ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 356 طن